الشرح اللي انا هعمله معاك دلوقتي هطبقه على دفع فطورة التليفون الارضي وانت بنسبالك ممكن تطبقه على دفع فطورة نت دفع فطورة محمول او شحن التليفون رصيد لك او لغيرك الى اخره فبما اني هدفع فطورة تليفون الارضي فالاول هدخل على تطبيق مايوي علشان اعرف الفطورة اللي موجودة علي بييمت كام بالزبط فاول ما بنفتح التطبيق بيقول لك دخل رقم تليفونك الارضي وبيبعث لك رسالة رسالة تأكيد على رقم التليفون المحمول اللي انت ضيفه في عقد التليفون الارضي وبعد ما بتفتح التطبيق بيظهر لك رقم التليفون الارضي ولو عندك رصيد موجود في الحساب بتاعك بيظهر قدامك احنا دلوقتي هنختار كلمة شحن الرصيد وبعد كده هنضغط على الرقم الحالي بيجيب لي الرصيد المطلوب ميتين جنيه باجمالي ميتين تمانية وعشرين جنيه ممكن اختار طريق دفع ياما بطاقة بنكية ياما كارت شحن اللي هي بطاقة شحن فلو ضغط على بطاقة بنكية بالشكل ده بيجيب لي المبلغ المطلوب مني وبضغط على اضافة بطاقة بنكية وبعد كده بضيف بيانات الفيزة بتاعتي اسمع الفيزة ورقم الفيزة وشهر الانتهاء وسنة الانتهاء ورقم السري طيب نرجع كده. هنا ممكن اضيف بطاقة شحن اللي هو كارت شحن اللي انا هدفع الفطرة بتاعتي من خلال كارت شحن. ممتاز جدا. ده كان بالنسبة لتطبيق باختصار جدا. الطريقة التانية عن طريق تطبيق تطبيق الانترنت البنكي الخاص ببنك مصر. لو انت فتح حساب بنكي في بنك مصر. انت بالنسبة لك هتشوف الطريقة الانسب ليك وتدفع من خلالها. فانا عملت تسجيل ده كل دلوقتي على تطبيق الانترنت البنكي بتاعي. وبعد كده بختار كلمة دفع من تحت في الشمال. بقول لي انت هتدفع ايه? هقول له هدفع اتصالات وانترنت. تمام? وبعد كده هختار برضو اتصالات وانترنت. هتدفع ايه بالزبط? جايب لي وي وجايب لي وي انترنت. شوف انت هتدفع ايه بالزبط? انا في حالتي هدفع فطورة اللي هي تليفون ارضي. تمام? فاختار وي وعديها مش وي انترنت. وهنا بقول لي اختاري خدمة. تمام? بقول هتتفع فطورة ربع سنوية ولا شهرية ولا فطورة موبايل? لا مش فطورة انا باللنسبة لي هدفع فطورة شهرية. تمام? هضعط عليها بالشكل ده. وبعد كده يقول لي دخل رقم التليفون الارضي بتاعك هدخله رقم التليفون الارضي. وبعد كده هضعط على علامة صح. تمام? اول ما ضغط عليها بيجيب لي الفطورة بتاعتي. تمام? انا مش هختار فئة شحنة ولا حاجة. جيب لي الفطورة بتاعتي ميتين تمانية وعشرين جنيه. ومصاريف الخدمة خمسة جنيه. ممكن اختار الحساب بتاعي من هنا. تمام? اللي هدفع من خلاله اللي هو الحساب البنكي. جاب لي الحساب بتاعي بضط عليه. وبعد كده بقول له متابعة يبقى انا كده دفعت الفطرة بتاعتي من خلال انترنت البنكي او طيب نروح للطريقة اللي بعدها وهي عن طريق محفظة بنك مصر. ده بالنسبة للناس اللي عندها محفظة بنك مصر. هدخل عن محفظة بالشكل ده. وغالبا هي نفس الطريقة بتاع الانترنت البنكي. انا حاليا دلوقتي ما عنديش رصيد. عندي واحد جنيه بس. تمام? فاختار خدمات فوري. وبعد كده اقول له اتصالات وانترنت. نفس الكلام برضو. وي ولا وي انترنت. لا اختار وي. الفاتورة الشهرية. ودخل رقم تليفوني. وعاكي تابة رقم التليفون مرة تانية. وسلت الدفعة تكون عن طريق محفظتي. هو واحد. تمام? اضط على علامة صحة بالشكل ده. استمرار. هيجيب لي الفاتورة اللي موجودة عليا. نفس الكلام برضو. ومصارف الخدمة خمسة جنيه. طيب لو جاب لي زيرو يبقى انا دلوقتي ما فيش عليا فواتير. تمام? تمام. هقول له تأكيد وبعد كده بقول لي دخل رقم السر بتاع المحفظة بتاعتك. بدفع الفاتورة بتاعتك. انا بالنسبة لي المحفظة ما فيش رصيد. تمام? فلو حبيت اضيف رصيد في المحفظة ممكن اضيف رصيد من خلال حساب البنك بتاعي. من خلال الفيزة بتاع الحساب البنكي بتاعي. اللي انا رابطها بمحفظة بنك مصر. هختار الفيزة المرتبطة بحساب البنكي. تمام? وبدأ خليل المبلغ وانا فرض مسلا تلتون جنيه. عايز اودع في المحفظة تلتون جنيه. وبقول له استمرار بيبدأ يودع لي تلتون جنيه في المحفظة بتاعتي. اللي يدع في المحفظة من خلال الحساب البنكي او من خلال الفيزة بيبقى مجانا. معهوش اي رسوم. تمام? تمام. طيب نروح الطريقة اللي بعد كده وهي عن طريق تطبيق سهل. وتطبيق سهل. وكل الطول اللي انا بشرحها دي عملت لها فيديوهات منفصلة. هسيب لك رابط الفيديوهات دي في الوصف اسفل الفيديو. تمام? دخلت على تطبيق سهل. التطبيق ده فعلا ممتاز جدا. وانا باستخدمه دايما في دفع الفواتير. اول ما فتح التطبيق بقول لي فواتير مستحقة. هو بينبهني اصلا ان علي فطورة. لان انا كنت دافع فطورة التليفون الارضي من خلال تطبيق سهل قبل كده. فهنا تحت في الخدمات بقول لي انت عايز تدفع ايه? هقول له هدفع الخط الارضي. بما اني دافع من قبل كده فجاب لي رقم تليفوني من ضف من قبل كده. والشركة المصارية لاتصالات. هقول له متابعة. جاب لي امتي الفطورة ورسوم الخدمة خمسة جنيه اربعة وتمانين ارش. باجمالي ميتين تلاتة وتلاتين واربعة وتمانين ارش. هقول له توجه لدفع. هيقول لي بقى هتدفع عن طريق رصيدك لو عندي رصيد في تطبيق سهل. او هتدفع عن طريق كارت بنكي. ولا هتدفع عن طريق محفظة الكترونية. شرحوا تطبيق سهل بتفصيل هسيبوه لك في وصف الفيديو. ندخل على الطريقة الخمسة وهي عن طريق انستا بي. واللي بالفعل هدفع من خلالها الفطورة بتاعتي. تطبيق انستا بي بيبقى مربوط بحساب البنكي فلما بدفع بيخصم من رصيد حساب البنكي. اختار دفع فواتير. وبعد كده اختار فواتير الاتصالات والانترنت. تمام? وبعد كده باختار وي. ثم فاتور تليفون ارضي. وبعد كده بقول لي دخل رقم التليفون الارضي. وقابليه كود المحافظة. ثم التالي. جاب لي هنا تفاصيل المعاملة. وجاب لي الحساب البنكي بتاعي اللي هدفع من خلاله. ممتاز جدا. هادي المبلغ ميتين تمانية وعشرين جنيه. وهنا رسوم الخدمة اربعة جنيه. دي اقل رسوم. هقول له تأكيد. بقول لي دخل رقم السري بتاع شرح انستا بي بالتفصيل هسيبه لك في الوصف اسفل الفيديو. عملت دي فيديوهين قبل كده. شرح الخدمة نفسها. وفيديو تاني بشرح فيه ازاي تضيف فيزا المرتبات على تطبيق انستا بي علشان تدفع من خلالها. خلاص كده تمت العملية بنجاح. اشتركوا في القناة